السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التي درسناها قبل ذلك ونريد اليوم أن نسترجع هذه المعلومات التي قمنا بدراستها فالمفعول لأجل أبناء العزاء هو اسم من الأسماء ومصدر منصوب يأتي ليبين سبب حدوث الفعل فالمفعول لأجل أبناء العزاء بيأتي ليبين سبب حدوث الفعل والمفعول لأجل أبنائي يأتي في الجملة الفعلية ويكون المفعول لأجله جوابا عن سؤال يبدأ بلماذا فعندي إذا سألنا سؤال لماذا تذهب إلى المدرسة الإجابة تكون أذهب إلى المدرسة طلبا للعلم فكلمة طلبا هنا أبنائي بيانت سبب أذهب إلى المدرسة وهو طلبا للعلم فكلمة طلبا أبنائي هي مفعول لأجله منصوب بالفتحة وكل المفعيل كما وضحنا قبل ذلك عندما أخذنا المفعول المطلق منصوبة والمفعول لأجله كذلك منصوب ويأتي ليبين سبب حدوث الفعل معنا أبنائي مجموعة من الأمثلة التي توضح لنا المفعول لأجله وكيف يأتي وأشكال مجيئه في الجملة في المثال الأول أبنائي أتجنب المعاصي خوفا من الله عندما أسأل وأقول لماذا أتجنب المعاصي الإجابة تكون خوفا من الله فكلمة خوفا أبنائي سبب حدوث الفعل سبب تجنب والابتعاد عن المعاصي هو الخوف فكلمة خوفا أبنائي مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة عاقب القاضي المتهم تأديبا له لماذا عاقب القاضي المتهم تأديبا فكلمة تأديبا جاءت لتبين سبب عقاب القاضي للمتهم فلذلك كلمة تأديبا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة أتصدق على الفقراء رغبة في دخول الجنة لماذا أتصدق على الفقراء رغبة في دخول الجنة يبقى رغبة أبنائي مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة أصلي أملا في رضا الله عني لماذا أصلي أملا فأملا هنا مفعول لأجله يستمع الطالب الدرس حرصا على الفهم لماذا يستمع الطالب الدرس حرصا فهي مفعول لأجله نصلي طاعة لله وكذلك نحترم المعلمين تقديرا لهم نحافظ على صحتنا خشية المرض خشية مفعول لأجله وهي أتت هنا لتبين سبب المحافظة على صحتنا ففي الأمثلة نجد أبنائي كلمة خوفا تأديبا رغبة أملا حرصا طاعة تقديرا خشية أفعال مفعول لأجله لأجله جاءت لتبين سبب حدوث الفعل فهي مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه في الأمثلة السابقة الفتحة لو جاء المفعول لأجله مسبوقا باللام وتبين سبب حدوث الفعل مثل تقيم الدولة معرض الكتاب لتشجيع القراءة تقيم الدولة معرض الكتاب تشجيعا للقراءة فكلمت تشجيعا أبنائي مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه بيان سبب إقامة الدولة لمعرض الكتاب وكذلك أبنائي جاءت كلمة لتشجيع فهي سبب إقامة الدولة لمعرض الكتاب ليه؟ لتشجيع فلتشجيع أبنائي سبقت باللام فهنا اللام تعتبر حرف جر فهي سبق وتشجيع اسم مجرور بالكسرة وشبه الجملة في محل نصب مفعولا لأجله في محل نصب مفعول لأجله لأنها جاءت لتبين سبب إقامة الدولة لمعرض الكتاب لتشجيع يقف الجنود على الحدود لحماية الوطن لماذا يقف الجنود على الحدود؟ لحماية الوطن لحماية هي سبب حدوث الفعل وهو وقوف الجنود على الحدود لذلك كلمة لحماية هي مفعول لأجله ولكن لا تعرب مفعولا لأجله مباشرة ولكن تعرب كما موجودة كما هي موجودة في العبارة اللام حرف جر وحماية اسم مجرور وعلامة جره الكسرة وكلمة لحماية شبه جملة في محل نصب مفعول لأجله نطيع الوالدين لحرصنا على طاعة الله سبب طاعة الوالدين هو حرصنا على طاعة الله فنجد أبناء اللام حرف جر وحرص اسم مجرور وعلامة جره الكسرة وشبه الجملة في هذا المثال في محل نصب مفعول لأجله فكل كلمة من الكلمات التي تحتها خط تعبر عن اسم مجرور باللام وفي نفس الوقت أتى ليبين سبب حدوث الفعل فهو مفعول لأجله ولكن أتى في صورة شبه الجملة التي تتكون من حرف جر اللام والاسم المجرور الذي يأتي بعدها هناك أبناء كلمات تعرب مفعولا لأجله عندما نراه مباشرة في القطعة فعندما نرى في القطعة كلمة أملا وكلمة حبا وكلمة احتراما وكلمة طاعة وحرصا ورغبة وطلبا وطمعا وخوفا وتأديبا إيمانا تقديرا خشية رهبة هذه الكلمات أبنائي نجد أنها تبين سبب حدوث الفعل لذلك تعرب هذه الكلمات عندما نراها أبناء العزاء في القطعة تعرب مفعولا لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة تعالوا أبنائي نشوف نموذج من نمازج أعراب للمفعول لأجله الذي يأتي مسبوقا باللام أعمل اليوم للنجاح غدا لماذا أعمل اليوم للنجاح غدا للنجاح أبنائي نجد أنها مكونة من اللام كحرف جر والنجاح اسم مجروه وغير من ذلك هو أتى ليبين سبب العمل فهو مفعول لأجلي ولكن لا نعرب مفعولا لأجلي مباشرة ولكن نقول اللام حرف جر مبني والنجاح اسم مجرور بالكسرة وشبه الجملة في محل نصب مفعول لأجلي يبقى المفعول لأجلي أبناء العزاء المفعول لأجليه هو أحد المفعيل التي تأتي لتبين سبب حدوث الفعل ونتأكد من أنه مفعول لأجليه عندما نسأل الفعل لماذا ويعطي لنا إجابة فهذه الإجابة تكون مفعولا لأجليه منصوب ومن الممكن أن يأتي المفعول لأجليه مسبوقا باللام كحرف جر وفي هذه الحالة يكون شبه جملة في محل نصب مفعول لأجليه ده المفعول لأجليه أبنائي وهو الدرس الثاني من دروس النحو هذا العام ننتقل إلى أحد دروس القراءة المقررة علينا هذا العام وهو درس شيق عظيم بمعنى أنه يريد أن يوضح لك العمل وأهمية هذا العمل وكيف أن العمل يكون سببا لتحقيق النجاح في الحياة وكيف أن العمل يمنح صاحبه الإحترام والتقدير من قبل المجتمع المحيط به وكيف أن العمل يكون وسيلة من وسائل تقدم الأمم ورقيها بعكس البطالة التي تكون سبب في تأخر الدول وفي تخلف الدول فدرسنا اليوم أبناء العزاء بعنوان قيمة العمل قيمة العمل أبناء العزاء هو أحد الدروس المقررة علينا سنتناول الدرسنا اليوم من خلال الفقرات المتعددة التي سنقوم فيها بتوضيح قيمة العمل من خلال الفقرات والأسئلة التي تعقب كل فقرة من الفقرات التي سوف نأتي بها فأول هذه الفقرات أبنائي يحتاج الإنسان إلى العمل النافع المسمر من أجل أن يحافظ على بقائه وكذلك من أجل تحقيق طموحاته وأماله وقد بزل الإنسان جهوداً كبيرة منذ القدم من أجل الحصول على المأكل والمشرب والملبس والمسكن في هذه الفقرة أبنائي يوضح لنا الكاتب حاجة الإنسان إلى العمل فلوضعنا عنوان لهذه الفقرة العنوان هو حاجة الإنسان إلى العمل لماذا يحتاج الإنسان إلى العمل يحتاج الإنسان إلى العمل لبقائه في الحياة ولكي يحقق الطموحات والأمان التي يسعى إليها وذلك منذ قديم الزمان فلو بصنا أبنائي لبعض من اللغويات التي جاءت في هذه الفقرة نجد كلمة بقاءه بقاءه أي استمراره في الحياة طموحاته أي تطلعاته والمفرد طموح آماله المفرد آمله وهو رجاءه لو حبينا نسأل سؤال على هذه الفقرة أبنائي فماذا نقول الإنسان يحتاج إلى العمل فلماذا؟ أو لماذا يحتاج الإنسان إلى العمل؟ لماذا يعمل الإنسان؟ يعمل الإنسان لكي يحافظ على بقائه في الحياة وذلك من خلال الحصول على المأكل والمشرب والملبس والمسكن وذلك من خلال تحقيق طموحاته ومن الممكن أن يأتي كيف يحافظ الإنسان على بقائه في الحياة؟ يحافظ الإنسان على بقائه في الحياة من خلال الحصول على المأكل والمشرب المناسب والملبس وتحقيق طموحاته وكل ذلك يتحقق من خلال العمل ننتقل إلى فقرة أخرى أبنائي في الدرس وقد يكون العمل فكريا أو عضليا ويحتاج العمل الفكري إلى طاقة زهنية ويظهر لك في الإدارة والقيادة والتنظيم والاختراع ويتطلب العمل العضلي بزل طاقة عضلية مثل عمل الفلاح والعامل في المصنع في هذه الفقرة أبنائي يتناول الكاتب أنواع العمل فالعمل نوعان عمل فكري يحتاج فيه إلى الفكر وإلى الطاقة الزهنية ويظهر هذا النوع من العمل في الإدارة والقيادة والتنظيم والاختراع وكذلك العمل العضلي الذي يحتاج إلى طاقة عضلية كعمل الفلاح والعامل والصانع وغيرهم يبقى في الفقرة أبنائي بيّن لنا الكاتب نوعين من أنواع العمل العمل الذي يحتاج إلى طاقة زهنية والعمل الذي يحتاج إلى طاقة عضلية ومثال لكل نوع من النوعين الذين أتى في هذه القطع ننتقل أبنائي إلى فقرة أخرى يتناول فيها الكاتب موقف الدين من العمل كل الأديان السابقة أبناء العزاء حست على العمل ودعت إليه فموقف الدين من العمل وقد حس وقد حس الدين على العمل لأن العمل لون من ألوان العبادة ورسالة العمل هي عمران الأرض فالله يبارك اليد التي تعمل حيث قال رسول الله من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له في هذه الفقرة أبنائي نجد أن الدين يحس على العمل على اعتبار أن العمل لون من ألوان العبادة وأن العمل رسالة ورسالة العمل هي عمران وتعمير الأرض والله عز وجل يبارك في هذا العامل وفي اليد التي تعمل وذلك بصريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو من بات كالا أي متعبا من عمل يده بات وهو مغفورا له أي بات والله غافر له كل ذنوبه فلو انتقلنا إلى سؤال أبناء الأعزاء يناقش هذه الفقرة ما موقف الدين من العمل نقول شجع الدين العمل لأنه فيه عمران الأرض ولون من ألوان العبادة ويجعل الإنسان زو قيمة في المجتمع والله يبارك اليد التي تعمل بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم من بات كالا أي متعبا من عمل يده بات مغفورا له وهناك سؤال آخر ابنائي ما جزاء من بات كالا من عمل يده ولماذا؟ الذي يعود من عمله ليلا ويدخل منزله وينام ينام وقد غفر الله له كل ذنوبه لماذا؟ لأن قضى يومه يعمل قضى يومه في عبادة كما قلنا لأن العمل العبادة فالعمل أبناء العزاء كان سببا في أن يغفر الله لهذا العامل كل ذنوبه ننتقل أبنائي إلى فقرة أخرى من فقرات الدرس والعمل هو خط الدفاع الذي يحمي المرء من مكاره اليأسي والقلق وهو الينبوع الذي يفيد على النفس مشاعر الفوز والكسب وهكذا نرى أن شخصية الإنسان تتجلى في العمل لأنه يستخدم فيه أسمى مواهب فيسيطر على الطبيعة ويستسمرها لمصلحته والحقيقة أن العمل سواء كان فكريا أم عضليا ويحافظ على كرامة الإنسان وينمي شخصيته ويقوم سلكه ويرفع مستواه الخلقي ويزيد إحساسه بالتضامن مع الجماعة ويشعره بجدارته في أن يعيش ولا شيء أكثر ضررا على الإنسان وأدعى إلى انتشار المفاسد ورزائل من الحياة التي ملأت بالبطالة والكسب بعض اللغويات أبنائي التي جاءت في هذه الفقرة كلمة الينبوع هو المصدر والجمع ينابيع كلمة يفيض أي يمد ويزيد وكلمة التضامن بمعنى التعاون جدارة أي استحقاق يعطي أي يمنح تتجلى أي تظهر وتتضح يقوم ويقوم بمعنى يعدل والمضاد يفسد أرزائل بمعنى الأفعال القبيحة والمفرد رزيلة متفانيا المقصود بازلا قصار جهديه تباينت أي تخالفت اختلفت والطليعة أي المقدمة وجمع كلمة الطليعة الطلقة ننتقل إلى سؤال يتناول هذه الفقرة أبنائي السؤال بيقول إن العمل هو خط الدفاع الذي يحمي الإنسان من اليأس والقلق وضح ذلك نجاوب نقول أبنائي لأن العمل يجعل النفس تحس بالفوز وكسب الحياة وهو يظهر ويوضح لنا شخصية الإنسان لأنه يستخدم مواهبه لحفظ كرامته من خلال العمل وينمي شخصيته ويقوم سلوكه ويرفع من مستواه الخلقي ويزيد إحساسه بالتضامن مع الجماعة فيشعر بمكانته وجدارته وأنه يعيش وسط يحترمونه ويقدرونه ولأن البطالة أبناء العزاء والكسل يساعد على انتشار المفاسد نعم فكل إنسان ليس لديه عمل إنسان لا يعمل إنسان يؤدي هذا الأمر إلى أن يفرغ طاقته في أوجه مختلفة هذه الأوجه من الممكن أن تكون سبب لوجود الغزائل والمفاسد التي تحدث للإنسان في الحياة فالعمل أبناء العزاء العمل الجاد يساعد على جعل للإنسان قيمة عظيمة ويحمي هذا الإنسان وهذا الشخص من الإنحراف ننتقل إلى فقرة أخرى أبني في هذا الدرس لذا يجب على الإنسان أن يحسن اختيار العمل الذي يلائم ميوله واستعداداته حتى يشعر بالمتعة في أثناء قيامه بالعمل وحتى يكون أكثر قدرة على الإنتاج وأكثر احتراما لمهنته ومن العيب والخطر أن يطلع الإنسان بتحقيق غايات لا سبيل إلى تحقيقها لأن الفشل قد يقضي على الثقة بالنفس وعلى النشاط أيضا ومن واجبه أيضا أن يقوم بعمله بأمانة وإخلاص ونزاهة واجتهاد وإتقان حيث قال رسول الله إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنوا فمن الواجب عليك عزيزي الطالب أنك عندما تتجه لاختيار العمل يجب أن يكون هذا العمل الذي تختاره يلائم ميولك واستعداداتك لماذا؟ لكي تشعر بالمتعة في أداء هذا العمل فعندما يختار الإنسان العمل الذي يلائم ميوله واستعداداته وقدراته فإنه يشعر بالمتعة عند أداء هذا العمل ويكون عنده قدرة على الإنتاج وإحترام المهنة احتراما لمهنته وعيب كبير على الإنسان أن يقوم ويسعى لعمل هذا العمل لا يحقق له غاياته وأهدافه لماذا؟ لأن الشخص يهدف الفشل في هذا الأمر يقضي على الثقة بنفس الإنسان والنشاط أيضا فالشخص الذي يحدث له فشل في عمله هذا الفشل قضى على الثقة لديه وعلى النشاط أيضا لذلك على الإنسان أن يعمل ما يحب لماذا؟ لكي يشعر بالمتعة في أداء هذا العمل وأن يكون عمله قائما على الإخلاص وعلى النزاهة والإتقان والإجتهاد حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنوا فإتقان العمل أبناء العزاء واجب على كل إنسان يعمل اتقن عملك تحصل على كل ما تريد من أهداف في الحياة وطموحات اتقن عملك يحبك الناس اتقن عملك يحبك الله لماذا؟ لأن الله عز وجل يحب إذا عمل الإنسان عملا أن يتقن هذا العمل ننتقل إلى بعض من الأسئلة على هذه الفقرة والسؤال الأول متى يشعر الإنسان بالمتعة في العمل إمتى الإنسان بيشعر بالمتعة في العمل؟ عندما يجد الإنسان العمل الذي يناسب ميوله واستعداداته سؤال آخر أبنائي لماذا يجب على الإنسان اختيار العمل؟ يجب على الإنسان أن يختار عمله لكي يشعر بالمتعة والسعادة ويكون أكثر قدرة على الإنتاج وعلى تحقيق ما يريد وأكثر احتراما لمهنته سؤال آخر أبناء العزاء ما الضرر التطلع إلى غايات مستحيلة؟ إذا كان للإنسان غايات وأهداف مستحيلة النتيجة تكون فشل والفشل أبنائي يقضي على ثقة الإنسان بنفسه ويقضي على نشاطه يبقى على الإنسان الذي يعمل يعرف ميوله وقدراته واستعداداته لكي يحقق ما يريد فإن كان هذا الشخص ساعيا لتحقيق تطلعات وأهداف أعلى من ميوله واستعداداته يحدث الفشل الذي يكون سببا في فقدان الثقة بالنفس ويكون سببا في القضاء على نشاطي واستعداداتي ننتقل إلى فقرة أخرى أبنائي وسيظل العمل أقوى دعائم النهضة في العالم في الأمة كما أنه سيظل أكبر قيم الحياة والعصر الحديث عصر العمل ولكنه العمل الذي يوجهه العلم الحديث ويسدد خطاه على التطبيق العملي الناجح ثم أنه العمل الذي تحفزه تحفز أبنائي بمعنى تشجع طاقة الإيمان بما لها من قوة دافعة وحماسة متقدة ومتقدة بمعنى مشتعلة ورعاية تهديه إلى أقوى سبيل وأشرف غاية في هذه الفقرة يا أبنائي نتناول العمل الذي يعتبر أعظم قيم الحياة العمل الذي يوجهه العلم الحديث لماذا؟ لأن العمل في هذا العصر الذي نعيش فيه لابد أن يكون عمل قائم على توجيه من العلم الحديث ويسدد هذا العلم خطاه في التطبيق العملي الناجح ويجب كذلك أبنائي على العمل أن يكون مشجعا ومحفزا له طاقة الإيمان بما لها من قوة تدفع وحماسة متقدة تساعد على تحقيق ما يريد ورعاية تهديه إلى أقوى سبيل وأشرف غاية فقرة أخرى يا أبنائي وليس هناك عمل يزرى به الإنسان يزرى بالإنسان ما دام شريفا وفيه نفع لصاحبه ولمجتمعه قال رسول الله لا تحتقرن عملا من الأعمال ما دام شريفا فالجندي الذي يسهر على أمن الوطن ومستعد إلى أن يضحي بروحه والمعلم الذي يعلم النش ويغرس فيهم القيم ومكارم الأخلاق والطبيب الذي يقوم على العناية بالمرضى وعلاجهم والعامل في مصنعه والفلاح في حقله كل هؤلاء رجال شرفاء وحتى الذين يقومون بتنظيف الشوارع وجمع القمامة والإفادة منها إنما هم يؤدون عملا شريفا وبفضلهم ومجهودهم تبدأ الحياة وتظهر الحياة جميلة والشوارع والميادين أنيقة ونظفة في هذه الفقرة نتحدث عن العمل الشريف فكل عمل يؤديه الإنسان عمل شريف مهما كان هذا العمل فلا يقلل العمل من شأن صاحبه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتقرن أي لا تحتقر أي عمل من الأعمال ما دام هذا العمل شريفا وعندنا أبناء أمثلة لهذه الأعمال الشريفة فالمعلم والجندي والطبيب وكذلك العامل في مصنعه والفلاح في حقله فكل هؤلاء يؤدون أعمالهم وهذه الأعمال أعمال شريفة فهذا هو العمل الشريف حتى العامل الذي يقوم بتنظيف الشوارع والميادين فهو يؤدي عملا عمل شريف وهذا العمل الذي يقوم به عمل مهم فإنك لو نظرت إلى أثر عدم وجود العامل العامل النظافة لكي يؤدي عمله تخيل ماذا يحدث لك وللمجتمع من حولك تتراكم القمامة ويؤدي هذا الأمر إلى انتشار الأمراض والأوبئة فالعمل لا يعتبر عملا إلا إذا كان هذا العمل شريف يؤدي هذا العمل الشريف عمل يؤدي إلى احترام المجتمع ويؤدي أيضا إلى إحساس الفرد بقيمته داخل هذا المجتمع ننتقل أبنائي إلى فقرة أخرى من الدرس إن العمل يعطي صاحبه مكانة بين الناس ويكسبه الاحترام والتقدير من الجميع قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني أرى الرجل فيعجبني فإن قيل لي لا عمل له سقط من عيني فكم من رجل عظيم كان ملء السمع والبصر لم يصل إلى مكانته السامية ومنزلته المرموقة إلا لأنه كان ينهض مبكرا قبل أن يستيقظ الطير وتطلع الشمس حريصا على أداء واجب متفانيا في عمله فسار إلى المجد بخطوات سريعة وثابتة واحتل مكانة القمة بين أترابه وكلمة أترابه أبنائي بمعنى أصحابه بمعنى أصحابه حيث أن أترابه أبنائي مفردها ترب بمعنى صاحب أثر العمل أبنائي عمل على صاحبه كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه يرى الرجل فإذا قالوا له أنه لا يعمل سقط من نظر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فالعمل أبنائي يعطي صاحبه مكان عظيم بين الناس ويكسبه الاحترام والتقدير وهناك كثير من الأشخاص الذين يستيقظون مبكرا يخرجون للعمل لكي يسدوا احتياجاتهم اليومية ولكي يسدوا احتياجات أهاليهم وبيوتهم فهؤلاء الناس احتلوا مكان عظيم بين أصحابهم من الناس ومن الأصدقاء لأنهم يعملون لكي يوفروا لأنفسهم ما يحتاجونه ولا يتسولون ولا ينظرون إلى الغير من منطلق آخر فهؤلاء الناس يجدون الاحترام والتقدير من المجتمع ومن من يحيطون بهم إنني أرى الرجل فيعجبني فإذا قيل لي لا عمل له سقط من عيني هذه المقولة فمن قائل هذه المقولة اشرح هذه المقولة قائل المقولة أبنائي هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه والمقولة أبنائي بمعنى أن الشخص يرتفع في نظر أمير المؤمنين ويكون له منزل ومكان عظيمة عندما يعمل حتى وإن كان هذا الشخص زهيئة وشكل ومنظر يعجب أمير المؤمنين إلا أنه إن كان غير عامل سقط من نظري فكم من رجل عظيم الجسد قوي البنيان تراه عظيما لكن عندما تدرك أنه لا يعمل محبا للكسل والراحة وسؤال الناس تستحقره ويسقط من نظرك معنا سؤال آخر أبنائي ما الذي جعل الرجل العظيم الذي يملأ السمع والبصر يصل إلى مكان سامية الذي يجعل الرجل العظيم يصل إلى هذه المكان السامية هو نهوضه مبكرا ولكي يستيقظوا مع استيقاظ الطيور ومع طلوع الشمس ليكون حريصا على أداء واجبه متفانيا في عمله فسار إلى المجد بخطوات سريعة سابتة وبذلك احتل القمة بين أصحابه وأصدقائه سؤال آخر أبنائي ليس هناك عمل يزري بالإنسان ما دام شريفا اشرح العبارة السابقة معللا أي عمل أبنائي لا يقلل من قيمة الشخص ما دام هذا العمل شريفا وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقيرن عملا من الأعمال ما دام هذا العمل شريفا فالجندي يصهر لأمن الوطن ويضحي بروحه والمعلم يعلم النش ويغرس مكارم الأخلاق في أبنائه والطبيب يقوم على العناية بالمرضى وعلاجهم والعامل في مصنعه وكذلك الفلاح في حقله كلهم شرفاء وكذلك عامل النظافة وعمال النظافة وما يقومون به من أعمال فأعمالهم أعمال شريفة ننتقل أبنائي إلى فقرة تناقش عمل المرأة عمل المرأة أبنائي هذا الموضوع ناقشه درسنا اليوم وقال وعمل المرأة في البيت فضلا على أنه يتفق وطبيعتها فأنه يحقق لها وللوطن جيلا صالحا من الأبناء الذين تربيهم هذه المرأة يخرج ويحقق لها وللوطن جيلا صالحا يحتل بين الشعوب مكانة ممتازة وراقية والمرأة التي تحسن العمل في المنزل تبرهن على جدارتها لما يناط بها ويناط بمعنى يكلف أو تكلف به من أمال وأحلام فلابد كل إنسان رجلا كان أم إمرأة صبيا كان أم شابا أن يتقن عمله حيث قال تعالى إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا والذين يتوكلون ولا يؤدون عملا يجب أن يعلموا أن السماء لا تنطر ذهبا ولا فضة هذه الفقرة تتناول عمل المرأة وعمل المرأة إن كان في البيت فهو يتفق مع طبيعتها التي خلقها الله بها ويحقق لها وللوطن جيلا صالحا لأنها تقوم بتربية أبنائها الذين يكون عليهم النهوض بهذا الوطن ويحتل الوطن بهؤلاء الأبناء المكانة الممتازة وراقية والمرأة التي تحسن العمل في المنزل تثبت أنها جديرة بما تقوم به من عمل في تحقيق آمال وأحلام هذا الوطن ويجب أن يعلم كل إنسان وكل إمرأة وكل صبي صغيرا وكبيرا وكل شابا أن الله عز وجل يحب أن يتقن الإنسان عمله لقوله تعالى إن الله يحب إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا أي أن الله عز وجل لا يضيع عمل لإنسان أحسن وأتقن هذا العمل وهناك المتوكلون والمتواكلون والمتكاسلون فالذين يتوكلون فالذين يتواكلون ولا يؤدون أعمالهم يجب أن يعلموا أن السماء لا تنطر ذهبا ولا فضة ننتقل إلى سؤال يناقش هذه الفقرة أبني ما رأيك في امرأة فضلت أن تعمل في بيتها أرى أنه من أعظم الأعمال التي تقوم بها المرأة إذا اختارت ذلك لأنه يتفق وطبيعتها ويحقق لها وللوطن جيلا صالحا يحتل مكانة ممتازة وراقية بين الشعوب والمرأة التي تعمل في المنزل تثبت على أنها جديرة لما يكلف أو لما يسند إليها من آمال وأحلام شرط إتقان هذا العمل تعالوا أبنائي لكي نرى فرق بين التوكل على الله والتكاسل وبين التواكل والتوكل على الله أمر واجب ولكن التواكل والتكاسل شيء آخر فالتوكل على الله أمر واجب وأما الذين يتكاسلون ويهدرون وقتهم هباء لا يحققون أهدافهم ولا يصلون إلى النجاح بل ترهم يلقون فشلهم على الحظ وهم واهمون فالعمل هو الذي يحقق الحظ السعيد ويتيح الفرص ويؤدي النجاح والمجد فكل إنسان مننا سوف يحاسب على صحته ووقته فيما أنفقهما هذه الفقرة يا ابنائي تتناول معنى التوكل على الله والتكاسل ومعنى سؤال الأبنائي ليناقش هذه الفقرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا في هذا الحديث تعالوا نتعرف على ما الفرق بين المتواكلون والمتواكلون والمتوكلون والمتكاسلون واشرح هذا الحديث المتوكلون هم الذين يأخذون بالأسباب ويعملون ويجدون في حياتهم ويعتمدون على الله ويتركون النتيجة على الله وهنا التوكل على الله واجب فالتوكل أبنائي هو أن يأخذ الإنسان بالأسباب ويؤدي ما عليه ويعمل بجد واجتهاد وإخلاص ويترك نتيجة عمله على الله سبحانه وتعالى فإن الله سوف يكافئه على ما عمل أما التواكل فهم الذين لا يؤدون عملا ولا يأخذون بالأسباب وكذلك يعتمدون على الله فيجب على هؤلاء أن يعرفوا ويعلموا أن السماء لا تمطر زهبا ولا فضا يجب عليهم أن يأخذوا بالأسباب ويعملوا ويتركوا نتيجة ذلك على الله فإن لم يكن كذلك فهو تواكل أي إنه لا يعمل ويترك الأم على الله ويقول أبا الله سوف يرزقني من أي شيء يرزقك الله هل عملت هل أديت ما عليك من عمل لكي يرزقك الله ويهبك نتيجة عملك لا فذلك هو التواكل والنوع الآخر أبنائي وهو التكاسل التكاسل أبنائي والمتكاسلون هم الذين يهدرون وقتهم هباءا ولا يحققون أهدافهم ولا يصلون إلى النجاح بل نراهم يعلقون فشلهم على الحظ في هذا الحديث يوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من يحسن عمله ويتقنه ويجوده رجل أو امرأة صبي كان أو كبير أو صغير فهو إنسان يستطيع أن يحقق ما يريد في الحياة يحترمه الناس وبكده أبنائي نكون قد قمنا بتوضيح درس النحو وهو المفعول لأجله وقمنا كذلك بتوضيح الدرس العظيم القيم الذي درسناه وهو قيمة العمل والعمل العظيم الذي يؤدي إلى إتقان الإنسان لعمله فيحقق النجاح وأن يختار العمل المناسب له وأنواع الناس في الحياة من متوكلون ومتواكلون ومتكاسلون بكده أبنائي نكون قد وضحنا قيمة العمل وأهميته في الحياة أتمنى أن أكون قد كنت بتوضيح ما يجب توضيحه على موعد بلقاء آخر في حلقة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة